رحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا متعودين منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني وإحنا مخصصين آخر فقرة من فقرات البرنامج لنقاش ما يدور في أروقة هذا الحوار وداخل جلسات الحوار الوطني لأن فيه جلسة نقاشية للحوار الوطني تم من خلالها طرح مقترح المقترح ده بخصوص إنشاء مجلس قومي للهوية المصرية وده بيستهدف نشر الوعي بين كل مكونات الشعب المصري للحفاظ على التراث والحفاظ أيضا على الثقافة والعادات والتقاليد المصري ليه الجلسة دي موجودة وإحنا فين وكنا فين وبنعمل ايه بالوقت وازاي بنحارب يمكن الأفكار المغلوطة اللي بقى الدخيلة علينا كمجتمع مصري وازاي نحافظ على هويتنا كمجتمع مصري ومواطنين مصريين عندنا هوية معينة من سنين من ألاف السنين لحد النهاردة طبعا العولمة وكل الحاجات دي خلت فيه أفكار دخيلة فالنهاردة احنا موجودين عشان نتكلم فكيفية محاربة هذه الأفكار التي تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية تفاصيل أكتر عن توصيات جلسات الحوار الوطني بشأن الهوية المصرية معانا في فقرتنا النهاردة الأستاذ أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بنوارنا في صباح الخير يا مصر أهلا بك أهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتكم صباح الخير يا سيد أحمد يعني في البداية يمكن وأنا بقرأ الورقة اللي تم طرحها داخل جلسة الحوار الوطني في المحور المجتمع الخاص بالهوية المصرية تحديدا يمكن أنت بدأت الجلسة بأن حماية الهوية الوطنية ليست قضية فرعية أو نخبوية لكنها مهمة من أهمية وسلامة المجتمع المصري صحيح ليه قصدت هذه الكلمات تحديدا شوف للأسف لما بتطلق قضية الهوية بيظن البعض أن هي قضية فرعية أو قضية بنتكلم فيها من باب الوجاهة الاجتماعية صحيح مع أن قضية الهوية هي قضية مرتبطة بشكل أساسي لسلامة المجتمع يعني إيه الكلام ده علشان نفهم ده لازم نفهم يعني إيه الهوية الهوية هي السمات اللي بتميز أي مجتمع عن غيره صحيح الحضارة المصرية تحديدا والأمة المصرية الهوية بتاعتها اتكونت عبر تراكم ألاف السنين هي محصلة إرثه الثقافي والحضاري وعداته وتقاليده ومعتقداته وكل أشياء اللي بيؤمن بها الحضارة بتقوم على قيم إنسانية قيم الحق قيم الأخلاق التعاون حب البلد التضحية من أجلها الانتماء الاعتزاز بيها والفخر بيها كل الحاجات دي مع بعض بتكون الهوية الوطنية للمجتمع لما الهوية الوطنية دي بتبقى مشوشة بيبتدي يتخلق عند الأجيال عدم اعتزاز بوطنهم عدم الفخر بيها بيبقى سهل أن يخش قيم دخيلة عليهم مش بتاعت المجتمع وممكن تبقى قيم مضرة بالمجتمع تحت شعارات براقة فلو الهوية دي اتهزت وفقد الشباب انتمائه واعتزازه ببلده ده بيعرض المجتمع لمخاطر كتير جدا بتبدأ من التفكك والتشرزم ودخول قيم غريبة على الشباب تخلي المجتمع ينتشر فيه بعض الظواهر زي العنف حروب الجيل الرابع التطرف الجيل الرابع من الحروب بالضبط زي العنف وبالتالي إذن احنا بنتكلم عن قضية هي قضية تمس سلامة المجتمع ده من حيث المبدأ بشكل عام الخطورة بقى اللي ضعفت اهمية قضية الهوية مع الانفتاح العالمي ومع قضية العولمة ومع وسائل الاتصال الحديثة عدوينة والدوائر معينة برا عارفة الحقيقة دي وعارفة انك لو عايز تضرب مجتمع تضربه من الداخل خصوصا ان على مر العصور مصر كانت عصية على كل انواع الاختراق وعصية على كل انواع الاحتلال وفشلوا في احتلالنا عسكريا فشلوا في تركانا اقتصاديا فخلاص بقى في وسائل التواصل والنهاردة ده بقى اخطر حاجة في الحياة بقى المدخل بتاع تعليم الاجيال هو شاشة الموبايل زمان كانت صحة المعركة هي الجبهة والحرب هي دبابات دلوقتي بقى تحرق افكار تجالك الاحتلال الانجليزي والاحتلال الفرنسي بمناسبة الثقافة اللي قالت عليها فرنس اللي قالت عليها بسان وفي النهاية اللي انت ما تأثرتش بالعكس ده انت علمت الانجليز والفرنسيين اللغة العربية ولم تتأثر بيهم عكس دول الاخرى لكن النهاردة احنا شايفين الامة بتكلم عبناها بالانجليزي في الشارع وفي البيت النهاردة فيه متغير جديد وهي وسائل التواصل الحديث وسائل التواصل الحديثة لو اشتغلت عليها بخطة ممنهجة من بره تقدر مع الوقت ومع الاستمرارية تفصل الاجيال عن بعضها وتفصل الجيل الحديث ده عن الجيل اللي قبله وعن تراثه وعن حضارته الموضوع ممكن يبدأ بمظاهر تفهة يعني زي مثلا التخلي عن الاحتفال بالأعياد القومية الموروثة عن المصريين والاحتفال بأعياد غربية يبدأ بتغير بعض العداد بالتدريج فنلاقي ان جيل بعد جيل ابتدى ينفصل عن حضارته وإرثه الحضاري وابتدى يبقى جيل مختلف عن طبيعة الشخصية المصرية تماما وهنا بقى بتكمن الخطور لخاطر علشان كده لازم اتخاذ اجراءات تحاول تسيطر على المشهد ده قبل ما نعرف الاجراءات انا عايزك تاخدني على المشهد عامل ازاي النهاردة مع الجيل الجديد يمكن احنا ما عندناش اولاد فا احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل مع الجيل الجديد انا بتكلم على جيل 18 واقل ايه اللي اختلف الهوية عندهم خلينا النهاردة احنا لازم نعمل جلسة عشان نطرح هذا الموضوع والحوار للنقاش عشان فيه تحديات ولازم نحلها شوفي ضرب الهوية عند الاجيال الجديدة بيجي على محورين المحور الاولاني هو ان انا اخليه مش معتز بتاريخه ماضي بان انا اقلل من قيمة الحضارة المصرية اشكك في اصلها اشكك في القيم الموروثة فيها ده محور مرتبط بالتاريخ والمعضب بس ان انا اشكك في اصلها ده كان اصلا مضوع سخيف قوي فهل فيه ناس تأثرت بيه ممكن وارد وارد بالذات الاجيال الصغيرة اللي هي مش محصنة بالافكار اللي تحميها وتكون عندها القدرة على الرد عند ده المحور التاني بقى مع جزء من انتمائي وهويتي ان انا اكون فخور بالحاضر برضو وعندي امل في المستقبل وشايف بلدي قوي فجزء من ضرب الهوية برضو هو ان انا طول الوقت اشكك في الوضع الحالي للدولة اوصفها بالضعف اشكك في المشاريع القومية انشر شائعات حواليها العاصمة الادارية اللي المفروض كلنا نفخر بيها ومظهر حضاري ودخل مصر حاجة عصرية اقولوا لا ده العاصمة الادارية دي هي السبب في اللي مخليك فقير الطرق والكباري اللي هي مهد التنمية والمدن الجديدة واللي بتربط اماكن الانتاج باماكن التصدير وتخلينا جاذبين للإستثمار الاجنبي اقولوا هي كل حاجة في البلد بقى الطرق وكباري التشكيك في المشاريع القومية التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية التشكيك في القانون والتحريض على الخروج على القانون ونشر الفوضى كل دي مظاهر واتجاهات مختلفة بتحاول تلعب في دماغي الاجيال الجديدة ان هي تفقد الاعتزاز ببلدها تفقد انها تبقى فخورة بيها وفخورة بتاريخها ده لازم يتحطله حد في ظل المتغيرات الجديدة دي ويكون فيه حلول مناسبة تتماشى وتليق بحجم التحديات بس سيد أحمد يعني وإحنا على أعتاب أيام قليلة ونحتفي ونحتفي سويا بمرور عشر سنوات على مرور ثورة 30 يونيو هذه الثورة التي انطلقت للحفاظ على الهوية المصرية صحيح يمكن هو ذا تحديدا مهما حصل ومهما كانت تحديات لكن في نزعة داخلية لدى المواطن المصري أبدا لا نفقد الهوية بتاعها صحيح ومجرد ما يتم نشر هذه القضية أعتقد الكل بينتبه والكل يلتفت ماذا يحدث في بصر شوف هقول لك نقطتين النقطة الأولانية أن فعلا ما حدث في 30 يونيو هي ثورة في المقام الأول للحماية الهوية المصرية ما حدث في 30 يونيو ورفض الشعب المصري أنه يتلون بلون واحد في سنة واحدة وإدر يزيل هذا الكابوس في دول تانية لما سقطت فيه لم تقم منها حتى اليوم النقطة التانية أن قضية الهوية عند المصريين هي قضية أولوية فعلا وليست قضية نخبوية زي ما أنا كنت بقول في الكلمة ليه؟ أو إيه الدليل على كده؟ في المحور المجتمعي للحوار الوطني في افتتاح الحوار الوطني عرض سيادة المستشار محمود فوزي لما عمل البرزنتيشن عليه أكتر المواضيع اللي أثرت اهتمام الناس وبعته مقترحاته وصوته عليها من خلال المواقع الإلكترونية كانت قضية الهوية بتتصدر محاور المحور المجتمعي جاية قبل قضية التعليم وقبل قضية الصحة ب37% تقريبا فده معناه إيه؟ معناه أن الشعب المصري مدرك جيدا همية قضية الهوية وشايف أن هي تصبق حتى القضايا الأخرى لأن قضية الهوية لو فقدناها معناها أن احنا بنفقد المجتمع وبنفقد تاريخنا وقد ينفرط عقد المجتمع لأن الهوية دي هي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا كمصريين النقطة الثالثة في كلامك أن الهوية دي مش شيء بنصنعه احنا مش عايزين نعمل حلول عشان نصنع هوية هويتنا موجودة مستمدة من تاريخنا ومستمدة من إرثنا الحضاري وإرثنا الثقافي احنا بس كل اللي احنا عايزينه أن احنا نشيل التراب من عليها نظهرها علشان نخلي الأجيال الجديدة محصنة بالمعلومات الحقيقية اللي تقدر تصد بها الشائعات وتبقى فخورة ومعتزة بتاريخها وبمضيها وعندها انتماء وولاء ورغبة في التضحية من أجل هذه البلد مشكلة أنه النهار دي احنا مش بنواجه بس التحديات دي مع الجيل الصغير احنا شايفين الجيل الكبير كمان على وسائل التواصل الاجتماعي في منهم بعض الناس بتتصرف تصرفات تتنافى تماما مع عدتنا وتقاليدنا وهوية المصرية طيب عايزة عارف دور المجلس القومي يعني لحمية الهوية الوطنية ايه في مواجهة دي التحديات الكثيرة اللي بيواجهها المجتمع المصري شوفي هقولك على حاجة في جلسة الحوار الوطني كان عندنا مفكرين كتار وكان عندنا نخبة المجتمع المصري بتتكلم وبتتناقش في قضية الهوية وكلهم اتفقوا على نقطتين النقطة الاولانية وده بالمناسبة رغم اختلافهم الايدولوجي رغم اختلافهم الاحزاب إنما كلهم اتفقوا على اهمية قضية الهوية مدخل صناعة الوجدان في اي مجتمع هو التعليم والثقافة والاعلام في توصيات عظيمة جدا قيلت وترحت في جلسات الحوار الوطني من كل الحضور تقريبا لكن دول اتفقات محاور دول ملهيش طبعا وإحنا كتنسيقية شبه احزاب السياسيين قدمنا ورقة فيها عشرات التوصيات في الثلاث ملفات في ملف الاعلام مثلا اتكلمنا عن ضرورة انشاء قناة مصرية للاطفال ترتكز رسالتها الاعلامية على ترسيخ قيم الهوية المصرية وقيم المجتمع المصري على شكل كارتونز يعني كارتونز وافلام حتى فيها تمثيلية كلنا سربنا على البكار وشوفنا القيم والمبادئ بس جي بقى حان الوقت نحن عندنا قناة متخصصة احنا اللي نعملها لما تكلمنا عن ملف التعليم لازم نربط التعليم دراسة التعليم التاريخ النظري بالزيارات الميدانية بالتاريخ لازم نكسف دور المجتمع المدني في نشر الوعي الاثري في المدارس الثقافة برضو ازاي نعمل فعاليات ويبقى في حصة دائمة عن التاريخ المصري في العروض المسرحية وبالذات المسرح المتنقل في الاقل عندنا عشرات التوصيات في الثلاث ملفات التعليم والاعلام والثقافة لدعم قضية الهوية ولكن السؤال هو ازاي نضمن ان هذه التوصيات انها تكون مستمرة بشكل مستدام احنا بنتكلم النهاردة عن اطراف كتير جدا مرتبطة بقضية الهوية عندنا ملف وزارة التعليم وزارة التعليم العالي وزارة السياحة الاثار الثقافة المجلس اهل تنظيم الاعلام شركات حتى انتاج المحتوى الاعلامي مؤسس المجتمع المدني انا بس علشان ضيق الوقت انا عاوز بس اعرف من خضرتك اجابة السؤال ده ازاي اضمن ازاي يفعل دور المجلس وازاي اقيس الاثر بالزبط علشان نضمن بقى ان المحاور والتوصيات دي كلها تتفعل لازم يكون فيه في الدولة المصرية كيان مؤسسي ايا كان اسمه ايه اذا كان اسمه المجلس القومي لحماية الهوية الوطنية الهيئة الوطنية للهوية الوطنية بغض النظر عن الاسم لازم يكون فيه كيان مؤسسي هو اللي يتولى صياغة هذه التوصيات كلها في اطار استراتيجية وطنية لحماية الهوية المصرية يكون دور المجلس والاعضاء اللي فيه انه هم يتابعوا تنفيذ السياسات المقترحة دي ويتطوروها حسب المتغيرات الداخلية والخارجية ويتابعوا تطبيقها مع الجهات المعنية ويشبكوا بين الجهات المعنية المختلفة علشان يشتغلوا مع بعض بتناهوا هذا المجلس برضو يكون دوره الرصد لأي تعديات على الهوية الوطنية في وسال الاعلام المختلفة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها هذا المجلس يكون دوره انه هو يقيم اثر تطبيق هذه السياسات من خلال استطلاعات رأيه ومراكز ابحاث تابعة ليه علشان يشوف السياسات دي حقاية الهدف منها ولا محتاجها تطوير هنا بقى ييجي دور المجلس واهمية انا عاوز اسأل سؤال هل مجلس مستقل بالذاته ولا ممكن يتم اسناد هذه الالية لمجلس زي المجلس الموجود في مسودة القانون الخاص بالمجلس الوطري للتعليم والتربية بما ان التعليم والتربية من المحاور الرئيسية واعضاء الثقافة والاثار وغيرها من اعضاء هذا المجلس احنا نفضل ان هو يبقى مجلس مستقل بذاته لكذا سبب اول حاجة لان هو الموضوع متشابك فيه جهات كتيرة جدا اعلام وتعليم وثقافة ومجتمع مدني وشركات انتاج اعلامي وقتها خاص فمش عايزينه يكون تابع جهة واحدة لا احنا عايزينه يكون مستقلة علشان يتعامل مع الجهات الاخرى بشكل متساوي وبشكل مستقل ويكون قادر ان هو يوجه لهم توصيات ويراجع على توصياتهم ده احد الاسباب السبب التاني لما يكون مجلس مستقل فلما يصيغ استراتيجية وطنية لحماية الهوية المصرية هنا هتكون استراتيجية دولة تمام انما لو هو تابع مثلا لوزارة الثقافة بس وهنا بيمثل ممكن تبقى استراتيجية وزارة الثقافة مثلا فممكن مع اي تغير وزاري مع اي تغير في الافراد ما نضمنش الاهمية ما تبقاش على رأس الالوية لان احنا عايزين حاجة تبقى مستدامة مهما تغيرت الحكومات ومهما تغيرت الوزارات ما تتلونش تبقى استراتيجية دولة فتبقى قائمة بداتها سريعا جدا دور البيت المصري ايه بقى البيت المصري مهم جدا لان برضو الخطاب الديني احد المحاول والمداخل الرئيسية للحفاظ على الهوية المصرية القيم العادات والتقاليد والاخلاق نبز التطرف قبول الآخر التعاون التضحية حب الوطن ما دي كلها قيم بتدخل برضو من خلال المسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة فكل ده مرتبط ببعضه كله بيصب علشان كده برضو يرجع نرجع تاني الفكرة اننا عايزين مجلس مستقل عشان يشبك بقى كل الحاجات دي مع بعض يعني انا بشكر حقيقي على هذا المقترح اولا وثانيا بشكر حقيقي كمان على انك يعني احد يعني المؤثرين اجابا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برنامج قوة مصر اللي حقيقي بتعمله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام اللي انت بتحاول فيه ترسخ للهوية المصرية بتحاول فيه كمان اللي انت تجيب على الشائعات التي تتداول دائما بشكل منفرد فلما يكون عندنا مجلس اعتقد ان هيبقى فيه تضافر لكل الجهود المجتمع المدني مع الجهات الخاصة مع ايضا الجهات الحكومية فنقدر لحنا لتكاتف جميعا من اجل ان نرسخ لقضية الهوية المصرية بشكرك الاستاذ احمد مبارك عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسية شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك